موقف الصحابة رضي الله عنهم من موت النبي صلى الله عليه وسلم شاع خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ونزل خبر وفاته على الصحابة رضي الله عنهم كالصاعقة لشدة حبهم له ودخل الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة ينظرون إليه وقالوا كيف يموت وهو شهيد علينا ونحن شهداء على الناس وجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأاه قال واغشياه ما أشد غشيا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرج عمر رضي الله عنه من عند النبي صلى الله عليه وسلم سالا سيفا يتوعد الناس ويقول والله لا أسمع أحدا يقول مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ضربته بالسيف وقال أيضا رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مات ولكنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى والله ليرجعن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رجع موسى فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم زعموا أنه مات هذا كان موقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يتمالك نفسه من هول مصيبة موت النبي صلى الله عليه وسلم